النهاردة الحمد لله صورتين بصراحة يردوا الروح ويعني كده يشريحوا النفس زي ما بيقولوا ايه اللي حصل باتريك زاكي ومحمد الباقر على الاسفلت باتريك زاكي ومحمد الباقر الحمد لله ده قابل اهله وده راح لمراته والامور جميلة وطيبة وفي احتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي ليه؟ لانه في نفسين تم انقذهم من عبدالفتاح السيسي يا جماعة ده اعجاز يا جماعة ده انجاز كبير الحمد لله كل واحد كتب كلمة سهمت في انقاذ رقبت باتريك زاكي ومحمد الباقر الحمد لله انت عملت انجاز عظيم جدا او بال الباقي او بال الباقي لاننا عارف وقع الافراج عن باتريك ومحمد الباقر قد ايه هو خبر يفرح ويسعد لكن قد ايه هو خبر مؤلم لأكتر من ستين الف معتقل وقسرهم وعائلتهم لسه موجودين رهائن عند عبدالفتاح السيسي في السجن لسه سيارة الجنرال ما قررش انه يقعد يمسك قلم ويكتب قرار العفو الرئاسي عن فلان الفلان والحقيقة انا ممكن اعود لاخر الحلقة من هنا لاخر الحلقة بس اقول لكم على مدار الساعة ونص اللي جاية او الساعة واربعين ديئة اللي جاية اسماء معتقلين انا اعرف يعني انا فعلا بفكر ان انا اطلع بس في حلقة افضل اقول لك اسماء الناس اللي على المستوى الشخصي اعرفها ومش اقول لك الا انا اسمع عنهم لا لا خالص انا ممكن افضل ساعتين اسمع لك اسماء معتقلين سياسيين موجودين رهائن عند عبدالفتاح السيسي اعرفهم على مستوى الشخصي فقط واحكي لك حكاية لكل واحد واحكي لك اسرته بتعمل ايه واحكي لك ذكرياتي معاه وقابلته فين وعملنا ايه مع بعض اعداد لا حصرة لها ما عرفش الوقت يتسع اصلا في حلقة من اخر كلام ان انا اكلمكم عن معتقلين ولا لا لكن اللي بيحصل احنا فرحنين ان باتريك خرج وفرحنين ان الباقر خرج اتمنى ان باتريك زي ما قلت يروح ايطاليا زي ما قلت مبارح لكن اتمنى من فخمته الحنين قوي الرجل الرؤوف الرحيم جدا انه يمسك قلمه ويكتب عفو رئاسي عن كل اللي في السجون خلينا نخلص لان الموضوع طول جدا الواشنطن بوست النهاردة بتكمل متابعة ما جرى مع باتريك زيكي وبتنشر تقرير مهم تعالوا نشوف قالت ايه مصر تعفو عن سجينين سياسيين بارزين واجهت مصر تدقيقا متزايدا على مدار العامين الماضيين بسبب سجلها في مجال حقوق الانسان الولايات المتحدة اعلنت اوائل العام الماضي انها ستعلق حزمة مساعداتها الضخمة او جزء منها لمصر بسبب هذه المخاوف جماعات مناصرة لحقوق الانسان بيقولوا انه في عشرات الالاف من استجناء السياسيين اعتقلوا خلال عقد من حكم عبد الفتاح السيسي بعضهم على اساس منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة للحكومة البي بي سي كمان بتعمل متابعة لقصة باتريك زيكي ومحمد الباقر وبتقول عبد الفتاح السيسي يعفو عن النشط الحقوقي باتريك زيكي والمحامي محمد الباقر بتتكلم ان الولايات المتحدة والامم المتحدة عبروا عن قلقهم فالسيسي جاب وراء زي ما قلتلك ببارح دعوا للإفراج الفوري هم دعوا للإفراج الفوري عن زيكي فاستجاب لهم رئيس الوزراء الايطالية ديورجيا ميلوني قالت ايضا لباتريك زيكي هيرجع ايطاليا النهاردة الخميس اتمنى يكون وصل بالسلامة تمنت له حياة الصفاء والنجاح وشكرت السيسي على هذا العمل المهم جدا وزير خارجياتها أنطونيو تاجاني قال ان السياسة الخارجية لإيطاليا ساهمت بشكل كبير في إطلاق صراحة هذا الطالب الشاب يعني احنا ضغطنا على السيسي فهو استجاب علمنا على السيسي فهو جاب وراء ده الكلام اللي بالعمية يعني بعيدا عن الدباجة اللي بالفصحة اللي أنا أعد أقراها وزير خارجية الإيطالي طالع فخور جدا انهما ضغطوا على رئيس مصري فقال ايوة حاضر يا فندم حكم قضائي قضائي وكلام فارغ إيه هاتي يا ابني الورقة اكتب له عفو رياسي أصلي إيطاليا زعني وإحنا بنا وبين إيطاليا مصالح محدش يسألني دلوقتي هو ليه عمل دمعة باتريك زاكي ومعملش دمعة فلان لأن الحياة الإجابة مش عنتي مبارح عملنا حلقة نقاشية طويلة ومفيش حد من ضيوفي حتى مبارح على مدار الساعة الأولى في حلقة مبارح عرف يوصل لإجابة حي احنا مش عارفين هو ليه النهاردة قرر يستجيب له الضغوط ويجيب وراء تعالوا نشوف حسن بهجة النشط الحقوقي قال ايه عن موضوع باقر وكيرك وباتريك بيقول ما كان يجب على باقر وباتريك قضاء يوم واحد في السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان نرحب بأخبار عفوهم وندعو للإفراج الفورية عن الآلاف الذين لا يزالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية شكرا يا حسن والله فعلا كل التحية والتقدير للأستاذ حسن بحكت تغريدة محترمة كتبها باللغة الإنجليزية كي تصل لجميع المراسلين والصحفيين والحقوقيين والسياسيين الموجودين على صفحة حسن بحكت أنا نحيا بشكرك يا حسن جدا والله باسم كل معتقل سياسي في مصر أنا بوجه لك الشكر على موقف محترم في لحظة زي دي لازم الكلام ده يتقال بلغة يفهمها الغرب اللي هو الإفراج أو العفو عن باتريك وباقر أصلا ده مش منا وفضل هو ما كانش المفروض أصلا أن باتريك وباقر يعتقلوا ما كانش المفروض أنهم يكونوا موجودين في السجن شكرا لحسن بحجة أنه هو يتكلم على كل المعتقلين اللي لسه محتجزين لأسباب سياسية شكرا لحسن بحجة أنه في لحظة زي دي في لحظة فرح للإفراج عن أصدقاءه وزميله بيفتكر كل المعتقلين التانيين التغريدة دي المفروض تكون دستور حقوقي لكل الحقوقيين اللي شغالين من كل الاتجاهات في مصر وأنا أعلم أنه مؤظمهم بيعمل ده لكن يعني إحنا بس بنفكر الناس ده موقف محترم أتمنى أنه يحصل دايما وأتمنى أنه هو وده يبقى دستور العمل الحقوقي في مصر في الفترة دي إحنا مش بندفع عن حده بينسيب حده وما عندناش انتقائية في التضامن لا الحرية وحقوق الإنسان هي قيمة عامة وحق أصيل لكل واحد موجود في مصر تعالوا نشوف الصور اللي تفرح اللي كان مفروض الحقيقة أبدأ بيها وهي صورة محمد الباقر مع أخته نشرتها على حسابها وبعدها بشوية نزلت صورته مع زوجته الحمد لله بعد أربع سنين باقر وزوجته وأهله وعائلته موجودين مع بعض باتريك زكيا أيضا كان ليه صورة دي صورة باتريك بعد الحرية أتمنى أن أنا أشوف الصورة دي أنا والله مش عايز أقول أسماء معتقلين عشان ما نساش حد لكن أنا أتمنى أشوف الصورة دي للستين ألف أو أكتر من المعتقلين لكن عندما تحدثني عن السيادة المصرية وسيادة الدولة وسيادة الرئيس وفخمة الرئيس وقوة المؤسسات أحدثك عن الفيديو القادم لرئيسة وزراء إيطاليا وهي تزف البشرى لشعبها أن باحث إيطالي مصري سيعود إلى إيطاليا مساء اليوم هذا الفيديو لم يصدر عن الرئاسة المصرية ولم يتحدث به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أو باسم الحكومة المصرية وإنما خرج عن رئيسة الوزراء الإيطالية أود أن أشكر المخابرات والدبلوماسيين الإيطاليين والمصريين الذين لم يتوقفوا هذا الشهر للتوصل لحل منشود غدا سيعود باتريك إلى إيطاليا أتمنى له من أعمق قل بحياة مطمئنة وناجحة يا فخامة الرئيس هو سيادتك لما قلت لناش أن باتريك رايح إيطاليا ليه يا جماعة إحنا ليه كمواطنين مصريين بنعرف الخبر الحلو ده من الأستاذة رئيسة الوزراء الإيطالية يا فخامة الرئيس فين السيادة هو ده مش تدخ أنا مش عايز أتكلم كلام يتنقح عليهم كرامتهم اللي هي معرفش أصلا موجودة ولا لا فيمنعوا باتريك من الصفر ربنا يتميلوا صفروا على خير ويصل إلى إيطاليا بجهود ميلوني بجهود الجن الأزرق المهم ينجو باتريك زكي هو واللي زيه من براثن هذا النظام فالحيانا مش عايز أقعد أتكلم وقول هي وعلمت عليك وأصل السيادة يا عمي خلاص خليها تمشي بالستر لحد ما نتطمن أن باتريك وصل إيطاليا سنتعامل مع عيال صغيار عقلهم قد كده سنتعامل مع عقلهم قد كده